سنقرأ للبرج صاحب الشخصية القوية جدا والقيادية القادر من خلالها السيطرة على الأشخاص اللي من حوله مكانه الصحيح في الأمور المهنية كإداري أو كمسؤول أو كمدير أكيد أنا بحكي عن البرج الرائع جدا برج الجدي الرجاء من الجميع اللايك التجيعي والأشخاص الجديد على القناة ما ينسوني بالاشتراك ومهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان يكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقوا رقم الواتساب تحت سوى الفيديو بصندوق الوصف مراتا بكتبه في التعليقات لنرى يا أصدقائي كيف رح تكون معك الأحداث القادمة بإذن الله تعالى استمتع بالنشاط والحيوية المضاعفة التي ستساعدك على اجتياز كل العقبات والعرقين التي تواجهك واستقم بإنجاز رائع جدا تفتخر به تفوق من خلاله على العديد من الأشخاص اللي حولك لا تتردد أنك تحكي الأفكار والمشاريع التي تدور في رأسك للأشخاص اللي من حولك من الأصدقاء أو أفراد العائلة لأنهم رح ينعجبوا بهذه الأفكار رح يحاولوا أنهم يتقربوا منك بهدف أن يكونوا شركات مهنية تعود بالنفع وبالدخل المادي الجيد تظل الفرص متاحة لمكاسب مالية سيكون أغلبها أعمال خاصة وأعمال إضافية خلاف العمل الأساسي اللي أنت قائم عليه بس بالناحية أخرى تزداد عليكم أعباء الحياة من النفقات والمصاريف اليومية والشهرية ستحاول قدر المستطاع التقليل من هذه النفقات والمصاريف لماء الهداعي من الأساس وستنجح بتقليل العديد من النفقات والمصاريف لماء الهداعي وتدفع بمصالحك إلى الأمام ستكون نشيد جدا عن مواقع التواصل مثل الفيسبوك والواتس أب وأشياء من هذا القبيل وتتلقى منشوراتك العديد من الإعجابات من أصدقائك الجدد وأصدقائك القدامى هناك شخص سينعجبك كثيرا وسيحاول أنه يتقرب منك بالفترات القادمة هذا الشخص ستعجب به أنت أيضا وخصوصا أنك رح تتبادل معه الأمور الرائعة مثل الكلمات الرومانسية واللي فيها حب هناك علاقة جديدة وحب قادم لمولود برج الجديد وإن شاء الله تكون نهايتها الزواج الصالح تشتد الخلافات والنقاشات الحادة بينك وبين الشريك وخصوصا المتزوجون بسبب أحد الأشخاص سيحاول أنه يتدخل بينك وبين الشريك يزرع الفتنة بينك وبين وهدفه أنه يصير زعل وانفصال وأنت صديقي يا برج الجديد أكره عليك أنه حدا يتدخل بأمورك العائلية فلا تتردد أنك توقف هذا الشخص عند حده وتواجهه بشكل مباشر وأنك تحل مشاكلك مع الشريك بدون طرف ثالث لنؤثق تماما هذا الطرف ما رح يجيك منه غير وجع الراس ورح يصب الزيت على النار سيقوم أحد الأولاد بإنجاز رائع جدا تفتخر به تتلقى اتصالات رائعة جدا من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين حاول قدر المستطاع أنك تدفع بمصالح العائلة إلى الأمام وخصوصا أنه هناك مشتريات جديدة وتحديثات منزلية لمولود برج الجدي مثل أثاث البيت وأيضا ديكور المنزل وفي أشخاص عندهم تغيير مسكن بالكامل أو شراء مركبة جديدة أو تحديث المركبة اللي عندهم أما الأشخاص اللي عندهم الشريك حياة مستقبلي كيف عن الشريك حياة مستقبلي يعني بكون فيه شخص متفق انتوية على الزواج بإذن الله تعالى في القريب العاجل وليس الأجل ستحظوا بأوقات رائعة جدا ومميزة وخصوصا أنك ستكثر الحديث مع الحبيب في الأمور المستقبلية اللي حابين تعملوها مع بعض مثل موعد الزواج وأشياء أخرى هناك لقاء بينك وبانو بالأسبوع الأول من شهر 12 ديسمبر 2023 وستحظى على هدية رائعة جدا ستعزز رابطة الحب مع الحبيب أما الأشخاص المنفصلون لقد تجاوزوا فترة كانت مش سهلة عليهم مليئة في العقبات والعراقيل هذه الفترة خلتك تعيد التفكير بأمورك من أول وجديد وخذت فكرتك اللي هي ما حدا بفيدك غير إذراعك ستحاول أنك تقوم بأحد الأهداف التي تسبو إليها لكي تثبت جدارتك أمام الأشخاص اللي من حولك واستقم بإنجاز رائع جدا تفتخر به تطلق اتصالات رائعة جدا وحماسية من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين في الأمور الدراسية وخصوصا الأشخاص المقبلين على امتحانات داخلية أو خارجية رح يبلو بلاء حسن ورح يحقق نتائج رائعة جدا ومميزة يفتخروا بها وأيضا يطلقوا اتصالات رائعة جدا من أفراد العائلة والأصدقاء المليئة بالطاقة الإيجابية اللي بتدفعهم على تحقيق الإنجازات والتفوقات على الجميع الأشخاص اللي من حولهم لنكمل يا أصدقائي بس جبل ما أكمل بحب أعلمكم أنه أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو كل آخر شهر اللي ما بيحالفوا الحظ هذه المرة ما يزعل إن شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ وتكون من أحد الرابحين معي هذه القراءة أما للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت أسفل الفيديو سندوق الوصف ومراتا بكتبه في التعليقات أما الأشخاص بتربح معي قراءات خاصة القراءة عبارة عن كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا وتوقعات الأشهر القادمة بإذن الله تعالى وإذا في موضوع معين أو مشكلة معينة بحاجة لنقاش بشكل مباشر بنتناقش فيها وإن شاء الله بنلاقي لها حل دائما يا أصدقائي لكل داء في بإذن الله تعالى الدواء الشافي أو ده كنت متعرض للحسد أو السحر أو الأعمال السفلية دائما يا أصدقائي كل شيء له حل بإذن الله تعالى كل الحب والتقدير يا أصدقائي وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل بإذن الله تعالى أصدقائي